موسيقى أهلاً وسهلاً بكم بحلقة خاصة من برنامج لقاء الراي الليلة ستكون معنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة هند الصبيح ولكن قبل البدء بمحاور هذا اللقاء لنتعرف عليها من خلال هذا التقرير سمها البعض المرأة الحديدية كناية عن قوتها في إصدار القرار واستعدادها لردود الفعل بل وتصديها وزيرة تعرضت لعدة استجوابات في دورات برلمانية متعاقبة كانت مرمى لسهام الكثيرين واستجوبت وتجاوزت بل أنها خلفت في بعض تلك الاستجوابات مقاطع باسمة عكست قدرتها على المواجهة بهدوء عصاب الوزيرة السابقة هند الصبيح سيدة عملية تدرجت في المسؤوليات قبل توليها العمل الوزاري ففي العام 2007 تولت منصب وكيل مساعد في دوان الخدمة المدنية وفي العام 2008 تقلدت منصب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع بدايات الجهاز وتسلمت عام 2012 منصب المدير العام لاتحاد الصناعات الكويتية في يناير من العام 2014 بدأت رحلتها مع العمل السياسي فدخلت هند الصبيح غمارة عندما عينت وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ذهب وزراء وبقيت هند ففي ديسمبر من العام 2016 صدر مرسوم أميري بتعينها مرة أخرى وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وأضيفت إليها حقيبة وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في آخر تشكيل وزاريين بقيت هند الصبيح أيضا ضمن من بقي من الوزراء وعلى رأس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أيضا بل وأعيدت إليها وزارة التخطيط والتنمية مرة أخرى فبقيت بهذا المنصب حتى يوم الاثنين الماضي حيث ترجلت عن الكرسي الوزاري بعد خمسة سنوات تقريبا اليوم أم أحمد نحن بنسألة شوين شلون طلعت من الوزارة طبعا نشهر هذا يعني الجملة هذي نشهرت وايد وركبوا عليها مقاطع ضايشتت هالمقاطع والله شوية لأن ما كانت أصلا يعني كانت عفوية يعني هي المقاطع ما كان لها يعني ترتيب أو سبحان الله بس ما كنت أبي يعني لا تنشهر ولا أنها تستخدم لأنها كانت عفوية في لحظتها يعني نائيا شهرتها الحين أم أحمد قبل لا نبتدي محاور اللقاء أبي أسألك بداية أنا قاعدة ناديك أم أحمد لأنه حسب الذي عرفه عنك والناس الذين يشتغلون معك بالوزارة أنت تحبين ينادونك أم أحمد أكثر من الوزيرة أنت الصبيح هذا صحيح 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 هو شيء يعني الألقاب تروح لكن الأخوة والعمل مع الفريق كفريق واحد هو الذي يبقى فأم أحمد مثل ما أكلم أخواني بأسماء كنيا مالتهم أحبهم كذلك أن ينادوني فيهم ويعني اشتهرت من بداية عملي صراحة أني في أحمد سواء كنت كنت وكيلة أو مسؤولة أو مديرة أو واتس أبر فضليت على هذه التسمية بالعكسة أنا وايدة حبار رح نبتدي في أم أحمد أم أحمد أول سؤال بديه في هذا اللقاء هو لماذا غادرت هند الصبيح العمل السياسي وترجلت عن الوزارة شوفي بالبداية أنا يمكن إذا تعطيني وقت أسهل في هذا الموضوع أول شيء أول بقدم شكر لسيدي صاحب السمو على كل الدعم الذي قدم لي في خلال السنوات الخمس شخصيا وكذلك سمو العهد وسمو الرئيس ونواب الرئيس وأصحاب المعالي الوزراء كانوا صراحة محتضنيني كأخت لهم خاصة أن في عملي تقريباً لأربع سنوات كنت كوزيرة وحيدة بالسنة الأخيرة دخلت الأختي الفاضلة دكتورة جنان هذه صراحة ما أقدر أوصف لك يعني تعجز كلمات الشكر عن الكل الذي قدموا لي لأن تحسين أنني محاطة بجدار حديدي صراحة أنت تقدرين تشتغلين وانت مرتاحة كذلك أشكر جميع من عمل معي في الوزارتين بكل جدوة اجتهاد من شباب لن أذكر أسماب من وكلة من مسؤولين من موظفين اللي حاولوا ينهضون في العمل لا أقدر أن أنسى الإعلاميين الإعلاميين سواء كانت صحف أو إذاعة أو تلفزيون أو حتى تويتر أو ما إلى ذلك كل بهم أشكرهم حتى ما ننتقدني أنا أشكرها لأن في مرات في الانتقادات يسوي لك سبوت على بعض الأمور اللي أنت يمكن قائبة عنك فترحين تكتشفينها وتصلحين لها هاي يعني شكر إذا ما شكرت هذا المجموع كل بهم لا أنسى كذلك وإن كنت بالأخير يبتهم سياسيا كل بهم النواب سواء من استجوبني أو من لم يستجوبني لازم أن أشكره لأن صراحة كان العمل عمل أخوي ونعمل بمصلحة البلد ومن وقف معاي إذا الله خير ومن انتقدني أو استجوبني يمكن فأفتح لي باب إما إظهار إنجاز أو سد ذريعة قد الناس ما كانت تدري عنه سواء كان موضوع لجدل فأنتي أعطات فرصة أن تبرزينه ليش طلعت أعتقد لا أنا لا راح أسأل السلحي في وائد عندنا وائد أسألة يعني أم أحمد أول شيء قالوا أنت كنت تعتذرين عن التمديد أن كان هناك تمديد لك في أي تشكيل حكومي قادم بس أنت اعتذرتي صحيح هذا الكلام؟ الحمد لله يعني صحيح بأقدر أقول يعني شوفي هو قرار لا بد أن يكون بمافقة طبعا السلطات العليا اسمه الرئيس واسمه الأمير لكنهم حسوا بالتعب اللي أنا يمكن تعبته واتوافقوا معاي في أن أحتاج إلى بعض الراحة وقد تكون يعني خنا أقول استراحة محارب فترة من الزمن أنا طلبت وأجيب لي طلبي لكن هذا بعد يعني الموقف هذا لن أنسى لأنه يعني لما يكون الواحد يعمل بين أبوه وأخوه الكبير ويعطونا اللي يطلبها في فترة هو محتاجة هذا يعني شيء بالنسبة لي كبير جدا يعني استراحة محارب يعني هذا معناه في منصب جديد احتمال لا أنا في خدمة البلد في أي مكان أنا أنا يعني الله الحمد لدي طاقة في العمل ويمكن في خلال الثلاثين أو أكثر مرتاتين سنة خبرتي في الحكومة في تنقلاتي كلها عطتني جزء من هذه الخبرة ما يخفيش العمل في العمل السياسي كذلك أضاف لي خبرة وخبرة كبيرة الحمد لله فما في شك إن إذا طلبت أن أختم في أي موقع سألبي النداء كواجب وطني أي بالبداية اليوم يعني من أمس لليوم ما توقعت حب الناس لي هالكثر يعني صراحة أنا لما انطلعت يمكن شفتها يمكن في البداية وانتي داخل ينتقدش للمصلحة العامة أنا ما أقول كل من ينتقد هو يكرهتش أو بين شو بين أعداوه أو ينتقد أعداء أو لشي لكن كمية الإتصالات والواتسابات والمسجات والمقالات وما إلى ذلك صراحة أشعرت بالفخر وأشعرتني أني أنا فعلا بين يعني مجتمع يحب العمل ويحب الوطن ويبي الأفضل لهذا الوطن هذا كله وكذلك أمام طلب يأتيني يعني أرفض وأعتقد راح أكون فيها يعني ما عندي إحساس بالوطنية لكن أم أحمد دعنا نكلمتش يعني بالكلام اللي داير بصراحة وما يقولون أن أم أحمد اعتذرت بسبب ضغط الاستجوابات اللي توجه لها من دور الإعقاد إلى آخر وهذه الاستجوابات هي سبب التنحي عن العمل الوزاري صحيح هذا الكلام؟ أنا قدل اشتعبت والتعب جزء مننا الصحيح العمل السياسي نعم أنا يعني الوزارتين وزارتين ثقال وفيهم من العمل الكثير ولأن أغلبيتهم عملهم مع المجتمع أو مع جميع شراح المجتمع ففي في ضغوطات كثيرة يعني قد تكون استجوابات أو قير الاستجوابات أسئلة استجوابات ناقد انتقاد واتسوفر اثنين أنا أنا يعني صراحة ما أحب أكون أنانانية أنا أعتقد حتى الحكومة أتعبتها فما حبيت أني أكون أنانية ما أتعبتك يعني أنت كلما يستجواب الحكومة كلها توقف عشان تدافع عنك وتهيئ الأمور للدفاع عنك حتى تنجح هذه الوزيرة كتضامن حكومي استجوابات الاستجوابات تأخذ من وقت الدولة كلها يعني تأخذ من وقت حتى الوزارة نفسها يعني أنا في لما ييني استجواب أخذ شهر بس أعدله بس أخذت أشهر وايدة حتى لالحين ما رديتي على استجواب أو على أسئلة النائب صالح أشور لا رديت وقال أهو أن أنت ما رديتي على الأسئلة ومقدمها من أشهر بخصوص حل جمعية الثقلين هذا يعني الاستجواب هذا ما هو أكثر استجواب أثر في استقالتك؟ أختي أول شيء يعني أشكر نائب صالح أشور لا بد أن يعرف أنه أكو في يعني فصل للسلطات الموضوع راح للغضاء الموضوع برمته راح للغضاء كيف أنا أعطي بيانات ومستندات لدي وأنا مقدمتها للغضاء يعني ورح أقدمها لشخص ورافع علي القضية يعني ما صارت يعني ما رديتي على الأسئلة أنا رديت عليه قلت أن الموضوع عند القضاء والبيانات كلها قدمت في المرافعة نفسها رديت أنا ترى ورد سأل أن لا أنا أحتاج البيانات أبيها لأنني سألت الجهات المعنية وقالوا عني فرديت عليه ورديت عليه من المنظور المادة الدستورية نعم فبالنسبة لي يعني عفوا النائب الفاضل مو الاستجواب القادم هو اللي خلاني سبب لا لا ما هو أنا اللي قاعدة أقول لك أنا واحدة قاعدة أطبق القانون وتطبيق القانون وتطبيق القانون عادة يعني ما يعجب البعض لأن تطبيق القانون أنت لما تعيشين في الاستثناءات وتعيشين لما أنت تطبيق القانون لا يمكن أن تطبيق القانون أثنين التغيير بوجود ميكنة بوجود لوائح ونظم وتنظيم هذه نحن نتكلم عنها لا أقول لك هذه لا يعجب البعض لكي تأتيش بعض المسألات أولا بصراحة النائب صالح عاشور لم يكن عاجبا عملك لذلك قاعد يطلع لك هذه الاستجوابات ولا هو معا حق في حل جمعية الثقالي القضاء موجود دعنا نرى ما يحكم القضاء نحن مدام الموضوع للقضاء أنا أعتقد ننتظر إلى حكم القضاء سواء علي أو أنا أتكلم على الوزارة أو على صاحب المصحة الأخرى فالغضاء موجود وهو الحق في هذا ما خفتي أن تتهمين بالطائفية في هذا الموضوع لا لأن أنا قبل حالة ثلاث مع لجان يعني جمعيات خيرية جمعيات خيرية للسنة نعم أنا لازم تعرفين حبيبتي المانية وقع الغرار ما طال الأسماء بحياتي ما طالعت الأسماء الثانين الغرار يمر في مراحل كبيرة يعني مرحلة اللي يعدونا ثم مرحلة ناس يراجعونا ثم مرحلة أخيرة يراجعونا في مكتبي قبل لا يأتيني فأنا أعطي يعني خانا أقول مجاميع خمسة بخمسة بخمسة حتى أقول لا تدخل أي سبحان الله يعني شك هاي واحدة اثنين المخالفات موجودة والمستندات موجودة والأوراق موجودة وحتى في الاستجواب عفواً لم يرد على هذه أنا طرحتها نعم لكن ما كان هناك رد ولا حتى للشارع العام ما في رد اليوم أنا أقول الموضوع لدى القضاء إذن سطر ونقطة نقف حتى يصدر الحكم اللي نحترمه من القضاء نعم أم أحمد نحن راح ناخد فاصل والأسئلة القوية يا يا أكثر بعد الفاصل شكرا فاصل مشاهدينا وسناول رجعنا مشاهدينا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة السيدة هند الصبيحيين أم أحمد الوزيرين الآن بالتشكيلة اليديدة سعد الخراز وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كان معاتش في الشؤون وسيدة مريم العقيل وزيرة الشؤون الاقتصادية شتغلت معاتش بالتخطيط سؤال مباشر أنت رشح تيهم؟ أنا ما لي حق يا رشح لكن أنا سؤلت عنهم وامتدحتهم أنا اشتقلت معهم وصراحة والنعم فيهم اثنينهم وكفاءة وأتمنى لهم التوفيق ويملكون نظافة اليد يملكون القوة ويملكون إن شاء الله العمل على نفس المسار سؤلت عنهم وعطيت وجهة نظري بما أرى إن شاء الله أني أكون ما أبخزتهم حقهم نعم أبداً 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 أنا أعتبر الوزير هو قيادي أو أنا أقول موظف كبير فإذا اهتز يعني أنا أعتبر عمود الخيمة إذا اهتز عمود الخيمة طاحت الخيمة لازم تكونين صلبة في قراراتك وإذا اتخذت قرار تأخذينه مدروس من الناحية الفنية والقانونية لأن الستاف اللي يشتغل معاك سواء من وكلاء وكلاء مساعدين أو حتى مدراء إلى الموظفين إذا ما شاوفوا في صرامة وما شاوفوا في مدافع على الحق ما يعطيهم هذه القوة حتى في كتابة التقارير في المتابعة فيما إلى ذلك فطبعاً أنا لازم أشكر كل ما استجوبني لأن أزادني قوة ما أضعفني وقلت لك أنا بالنسبة لي أرى الاستجواب وهو بالعكس هو طبعاً ما نختلف فيه أنه حق دستوري وأشكر كل من قام باستجوابي لكنه صراحة كان منصة لإبراز الإنجازات لكل من عمل معي وكانهم مفرحين فيه لأنه يبرز إنجازاتهم ويقين نظرة الناس إلى الوزارة وإليهم وإلى أعمالهم فيعطيهم شنو دافع أقوى للعمل هذا العمل الذي تم ليس فقط هند الصبيعي يمكن هند الصبيع شوية كانت السد بس لا تسول لكن الإخوان من الموظفين إلى مسؤولين إلى إشرافيين هم من قاموا بهذا العمل فالعمل السياسي إذا صاحب تقوى من الله ومخافة الله سبحان الله أغلبتك بغلاف حماية حماية مع الغلاف الحماية كنت من أكثر الوزراء تلقياً للهجوم النيابي هل هذا بسبب معاملتك مع النواب؟ هل هناك أشياء شخصية بين نواب؟ لا أعتقد بدليل أن أغلبية النواب طالبوا ببقائي الأغلبية العظمى ما عندي أي مشكلة شخصية مع أحدهم أبداً أبداً ولكن بعض الاستجوابات قد تكون حتمية لقرار أضر ببعضهم فعلى أساس أقدم هذه الاستجوابات أريد أقول لك إحنا نرضى بالديمقراطية نرضى فيها بكل بكل يعني لوائحها وقوانينها ودستورنا واضح أريد أقول هو حق دستوري استخدم معاي أنا يمكن هذا اللي عطاني القوة الأكثر وأنا أقول لك الاستجوابات هذه هي اللي عطتني أني أستمر أكثر وهي اللي عطتني أني أقعد حتى في وزارتي ما أو دور عن وزارتي أكثر فأنا ما أخذها بالجانب السلبي أنا أخذها بالجانب الإيجابي طيب قلتي أغلب النواب كانوا يبوني أبقى في هذا المنصب نواب حدث الحركة الدستورية الإسلامية اللي دايما يدافعون عنك والبعض يقول يدافعون عنك لأن أنت من تمية إلى هذه الحركة أنت من حدث أنا مندخلت سمعت هذه الكلمة ما عندهم والأثبات بين ذلك أول شيء أنا أول شيء في عملي ما أطالع إلى الفكر اللي تتندمين له لبراري حدث سلفي مذهبي ما أطالع لماذا أنا أقول عملك أنا هنا أنت معي تعمل أنا أطالع عملك وإذا كان فكرك أثر في عملك سواء لطائفة معينة أو لهذا هنا أنا أوقفك وتشوفين طالعي من دخولي إلى خروجي تعيناتي من عملت معا من دافع عني ستجدني خليط الكويت كلها لأن أؤمن بأن أنا مواطنة كويتية أعمل لكل الكويتين لكل الكويتين اتهام بعض وأنا كنت أشوفهم واتهام يعني أعفوان هذا فكر كل ما أحترمه لا يوجد لديهم أي دليل لأنني لم أعمل مع أي حزب أبدا من يوم أنا دخلت الجامعة لأن هنا هو الواحد الذي يبدأ يصير الفكر عنده لا مع القوائم الطلابية ولا مع لمن بعدها ولا ولا عفوان نصبت لمناصب عن طريق ناس حزبيين ولا وفي التصويتات حتى في استجواباتي تلاقيين أصلا جزء منهم صوت بطرح الثقة وجزء منهم خائق نعاته فلو كنت أنا يعني كما قيل عني أني حدثيا من الطراز الأول كان على الأقل ما حتى طرح فيني ثقة من بعض النواب يعني بعض النواب المنتمين إلى حدث كانوا طرحين الثقة طرحين الثقة ولا زعلت منهم ولا زعلت منهم ولا زعلت من أحد لأن أقول هذا حقه حقه ويعني يعبر فيه فلا يوجد أي دليل قاطع يبين لا في تعيناتي لا في عملي لا في محاباتي لا في الجمعيات التي أشرت لا في الجمعيات التي أقلقت كان فيها جمعية تنتمي إلى حدث يعني حلت لا في مسيرتي من دخولي للجامعة إلى اليوم يبقى يعني يعني هما يبون يعني 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 في أدلة كثيرة مثل ما قلتين أنت ما تنتمين إلى الحركة الدستورية الإسلامية ولا لأعي أحد نعم مستقلة أنا كويتية نعم وليست مستقلة أنا مستقلة أنا أحمي كل كويتي لحق بالقانون وأكون سيف مسلط على أي شخص يخترق القانون هذه مبدئين في الحياة نعم خمس سنوات من يعني العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذه يعني الوزارة من أكثر الوزارات ارتباطا بالناس يعني من ذوي الإعاقة من جمعيات النفع العام جمعيات التعاونية النقابات أبي عرف ماذا استلمت هند الصبيحة الوزارة؟ وماذا تركت الوزارة؟ هي مشوار خمس سنوات تبينها بـ شوفي هي في ترهل طبعا في أغلبية الوزارات ليس بس وزارة الشؤون وزارة الشؤون لأنها لها بعد إنساني فكان الطابع الاستثنائي غالب على الطابع الغانوني ثلاثة أي تطوير لم يحدث عليها يعني لا يوجد فيها أنظمة آلية لا يجب فيها أرشفة لا توجد فيها يعني إذا تتبين تراجعين المعلومة تاريخيا ما تحصلينها متابعة ترتيب لوائح بل كل قوانينها من الستينات فكان بالنسبة لي يعني أحد الأخوات الفاضلات قالت لي خذيتي كشة ما تنسل فعلا كانت مبعثرة وكانوا حتى الناس الجهة ما تنسل ما تنسل فعلا كانت تحتاج إلى ضخ روح الأعطاء في داخل موظفينها القوة الحماية لأنه كان فيها عناصر جيدة جدا بس تقول لك أنا أكتب مذكرتي بس تهمل أو أنطق بعدين فيها أو أنقل أو ما إلى ذلك فهذا أول يعني إنجاز حوالت أسويه إنه لا دوت بس أهم شي يكون الباوندري ما لكم أو الأطار ما لكم قانوني وما تتعدون القانون حدثنا القوانين كلها يمكن ما يعد قارب ستة إلى سبع قوانين حدثناها بل قلنا قانونين هم اللي ما أخلصوا فهذا طبعا عطى التجارب السابقة كلها عكست في القوانين فعطى حق الوزارة يعني ثقل قانوني أعلى اشتغلنا على ملفات عبارة عن أفراد يعني غروبات وليست قطاعات لا هذا تاركت عندنا خلي يشتغل عليه ونجتمع بشكل يومي على هذه الملفات لأن أرد أقول لها بعد شعبوي ولها بعد إنساني ولأنها كانت ملخبطة كان أكو إهمال عالي للمال العام وكانت أول يوم لا ثاني يوم أنا استلمت قاني بك هالكبرى مخالفات ديوان محاسبة أنا اخترعت منه يعني لا أقدر أقرأ ولا أقدر وقع عليه يروح فكان عندي زميل أعرفه زاه الله خير قلت له الله خليك أسهر عليه وعطني فقال لي أم أحمد خمسة سنين نفس الكلام سنعمل سنقوم إذا كتبتي الآن بعد سنعمل فلازم في أكو أشياء تختم فيها أكشن لا تودينا قولي قمت أو يعني قاعد أقوم يعني شي لسه بس فقلت له أعدلنا يا وشوف لي الشيء اللي أقدر أسوي فيه وخلينا نشتغل عليه هنا تكشفت لي الملفات الضخمة اللي نحن قاعد نشتغل عليها طبعاً أنتي لا تستطيع أن تفتحين كل الملفات بسنة واحدة لا طاقتك ولا طاقت الموجودين يعني فيمكن خذيناهم ملفات وعشان شديد لقينا سنة كان عندنا يعني خلنا أقول معارضة على موضوع الأرامل ومساعدات وما إلى ذلك السنة اللي وراها كانت المعارضة على المعاقين وما إلى ذلك هذه راح نتكلم عنها الحين بعد الفاصل إن شاء الله إذا أنت فعلاً ظلمت ناس ولا لا فاصل وشاهدينا وسنعود رجعنا مشاهدينا معاكم بحلقة خاصة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند الصبيح أو أم أحمد مثل ما تحب ناديها أم أحمد لو قالوا ليش نبي نبروز ليش قرار هذا أفضل قرار خذيتي خلال الخمس سنوات ورح يحطونا ليش بمكتبة في البيت شو اللي قرار اللي راح تختارينه؟ مايكنت العمال مايكنت العمالة؟ ليش؟ العمال الأعمال ليش؟ أظهرت كل سكرت منابع الفساد شلون؟ أول شي تقدرين تراغبينه بسرعة لأنه عندك ستيد يعني بالميكنة تقدرين تطالعينه أثنين حطينا عليه حماية ثلاثة يبيل لش المتقاعس من الموظف لو كان متأخرا للعملية على طول تطلع عند المدير أول هذا أن هذا الموظف هو اللي ما تم المعاملة أربعة سهل على المراجعين سهل على المراجعين خمسة سهل حتى على الموظفين لأن أنت كثرة المراجعين هم من ترهق الموظف نفسه إنما لمن يقدر يسويها سواء أونلاين أو من البيت أو ما إلى ذلك قاعد تخفف على الأخوان الزمل الموظفين أربعة هذا التوجه العالمي اليوم أن كل شيء يترهوا موبايل وكان كان بالنسبة لي حلم وهذا الحلم تدري أن هذا كان عندي من متى؟ من 2006 لأنني عميكن وزارة الخرشون أنا لأنني أنا أصلا كمبيوتر وأشتغلت مع وزارة الشون في بدايات يوم كنت صغيرة دولي موظفة وكان فيه رزيستنت ما يبون ويش تعالفين مو وزارتي فوقي وخرت عنها لأنني صغيرة دولي وين النجاحات الأسهل بطرق الأسهل بعدين يعني كبرت وصرت مستشارة وينادوني حق بهذا وسبحان الله أدخل الشؤون خمسة عش يوم ثم أبعد لأي سبب كان وضبات في الميكنة فأول ميات قدتها هذا حلمي لأس ما حققها الحمد لله حققنا في كل كل تقريبا القطاعات تميكنت بياناتها يعني أنت كنت مثل ما نقول يعني تبين الشؤون من زمان عشان شري إذا أضع عليك وزارات ثانية كنت ترفضين تبين بس الخؤون؟ لا والله عاد هذه لا بس أقول لك أني كنت أحلم في أن الشؤون تتميكن لأن أدري أن بعض الوزارات تميكنت إلا هي أو ميكنتها يعني لغبطة فلما نعرضت علي استنست طبعا ما كنت أعرف طبعا كل عمالها اللي هو التعاونيات وما على ذلك بس كنت مستنسة أني على الأغلال خلنا دخل عليها الميكنة فأهم القرارات التي اتخذت ونفذت والله الحمد اللي هي الميكنة بالذات بالعمل لأن العمل كانت أذنات العمل تطلع بنص الليل يعني كان في نوع من الفوضى منذ الفوضى اليوم الحمد لله بس تدخلين على النظام الآلي تستطيعين تعرفين منه اللي خارج النظام والنظام كذلك حتى باوندري حتى المسؤول ما يقدر يتعدى يعني هذا طبعا رح يؤثر حتى في يعني الأتجار بالبشر وما إلى ذلك هذه كلها أوكي هذا كان أفضل قرار حقك بصراحة أم محمد شو القرار اللي ندمتي عليه ندمت عليه يعني يمكن بعض القوانين اللي أرسلتها وأنا ما كنت مستعدة منها يعني فوقف فهذه من القرارات اللي ندمت عليها أنا كان أني وديتها في قد تكون قرارات تعييم بعض الأشخاص اللي كنت أعتقد أنهما إضافة إلى المكان وبعدين أكتشف أنهما ما عندهم القاة هو في ظل القانون سواء كان للمساعدات هناك لجنة فهو مقراري يعني بواسطة واستثنيلة وأكو واحد ببيته ما يدري قلت لش أنا يعني أنتي أم أم أحمد أفواً يعني الحين خلال الخمس سنوات ما ظلمت أحد؟ ما غير يعني حتى بالخطأ مثلاً ما ظلمت أحد؟ لا ده أنا ماني ملاك يعني يعني أول شيء إذا تسمحي لي الوزير ليش نعتقد أنه لازم ما يخطئ لا أنا أقول لك لأن أم أحمد يعني أنت الصورة اللي شافها المجتمع أن أنت إمرأة حديدية وقوية وصارمة وأن أنت يعني ما تظلمين أحد تطلعين مقابلات أنت قوية ودائما تقولين أنا ما ظلمت أحد بس وائد ناس يقولون أن وزيرة الشؤون هند الصبيح ظلمتنا خصوصاً من أصحاب ذو الإعاقة الأرامل الكويتيات المتزوجين من غير الكويتيين ويش تكون أنت ظلمتهم لماذا؟ لأن أنا أقول لك لأن يعتقدون أن الغرار بيدي مع العلم أن المساعدات القانون صنّف هذا صنّفها بالضبط فقاعد نعطي عليها في لجنة تنظر بالحالة أن تعطيها أم لا لجنة من 6 إلى 7 في العاقة هناك لجان طبية متخصصة بصري واتسو أفر وبعدها في لجنة برئاسة عميد كلية الطب يعني مستشارين أطباء وكويتيين أنا أبي أقول أنت معاق أو لا هويني يقول لي ظلمتيني أقول أنا ما أقدر لجانك وبعضهم تقرير يعني أنا حين قمت أقرى تقرير حتى قلت لهم أطول في وزارة الشر سأخذ الدكتوراه في الطب لأن أقراف في تقريره يقول أنه مثلا مؤثر تأثير بسيط يكتب شديد الطبيب مال المعالج أو تأثير عليه 25% وهو يقول أبيها شديدة طبيب المعالج يكتب طبعا أنا الأطباء يفهمون شنو تأثيره 25% أكثر مني بس أنا قاعدة أقولش هذا الشي فأنا كيف أنا أعطي أو أضغط على الأطباء أنا رد أقولك أنا خليت العمل مؤسسي هناك لجان هناك لوائح تنظم هذا العمل وإذا لقين في أي خلل نظمنا بلائحة يقوم عليها العمل أي عمل أي عمل سواء في التعاونيات في الجميات في لعاقة في المساعدات هذا خلى الموظف يعمل ضمن إطار فهو عارف نفسه لن يسائل إذا ضمن هذا الأطار وكذلك الدكتور يعني أقدم تحية لأنهم ساكين وايد وايد يعني عانوا من علاقة كثير من الكلام اللي عليهم كل الأستشاريين وأطباء اللي عملوا معي في الإعاقة إذا هم الله خير فلما يقول لي محمد ظلمتني هل أنا صاحبة القرار؟ هذا سؤالي إيه أنا كان أكو فوضى أنا أضطرت حسب القانون صحيح بس إذا الآن في الإعاقة لا أعطي مثل واحد وأدري أنا ما بي أسهب يقول إذا كان المعاق أول من يكلفه الزوجة أيون يقولون ما نبي الزوجة نبي الأبن أو نبي أخوه طبعا عشان شنو المكلف بالرعاية عشان يطع تقعد نعم زين القانون يقول الزوجة شو نعطي حق أخوه بيقول أنت ظلمتينه هو يبي أخوه ما يبي الزوجة أو يبي أولده وما إلى ذلك هذا هذا منظور الظلم عندهم لكن من هو تقدمني؟ كنت ماشي بالقانون والقانون هو طيب هو مو القانون والأيتام أيضا في بعض الأيتام ومن هند الصبيح بأن أنت ظلمتهم لا لأني أنا حطيت لهم التربية السليمة أول شيء من يتكلم عندهم الأيتام هم فوق ما بيقول الثلاثين بس مؤكد فوق الخمسة وعشرين واليتيم شرعا هو ليه ثلاثة عشر سنة هذه واحدة مقدمة الوزارة والدولة كل سبل الراحة كل سبل الراحة إذا هو يعتقد أنه ينام بفراشة ويجب الدولة تدفع لفلوس وعفوا يروح يشتري سيارة ويدعم فيها وتعطي عليه تصليح وما إلى ذلك هذه أنا أعتقد هذه مو هي تربية هذه بالعكس هذا رح يعني رح أخلي إنسان غير منتج ورح لو تخلت الدولة عنها لأي سبب من الأسباب ما هيقدر إجابها الحياة بالعكس نحن قاعدين أن يعني نهيئهم أنهم ينخرطون في المجتمع لأنهم مجزوا من المجتمع كلمة يتيم كلنا أيتام اليتيم هو من قام بتربيته إلى سنة 14 سنة هذا شرعاً كل الدول تتعامل ذلك نحن أخذينا كل الدول الخليجية أفضل دولة تعطي مميزات للأبناء وأنا ما أحب حتى أقول أنهم الأيتام لأنهم الأبناء دولة الكويت من الدور من الرعاية لكن عفواً تسييب المال العام هذه أمانة ولا تنسين نحن مقسمين يعني أمام الله رح نعاسب على الكل فإنس رح يصرف دون وجه وعندما كثرة الفلوس تؤدي إلى أمور لا تحمل عقبها لكن لماذا هذا الهجوم؟ لماذا أنت فتحتي ملفات فيها هدر للمال العام وبغيتي توقفينها هذا ما أنا فهمته من كلامك صحيح؟ طبعاً كان هناك هدر والتي أكد لشذلك تقارير ديوان المحاسبة قبل أتي لا تقولين تقارير ديوان المحاسبة وكذلك حسابات الختامية من وزارة المالية أنا أعمل بالأرقام أنا أعمل بغوانين وبأرقام وحصائيات وكذلك الناس اللي كانت تييني وتقولي أن هذلة قاعدين عندهم يعني اللي صدناهم بأوراق ثبوتية خلاف ما هم أعطونيها يعني لما نيطبقنا النظام وربطنا معها كانت تطلع لش البيانات يعني طول اللي اللي قاعد ياخدين المساعدات وهم خارج لكويت لسنتين وثلاثة واربعة فهو مخارف للغانون اللي عفاً تقول أنا مطلعة وهي متزوجة اللي تقول أنا لا أعمل وهي قاعد تاخد ما عاش من الدولة وقاعد تاخد دبل زين أم أحمد هالحالات هذة ليتلت ولا حالة مشيتيها استثناء بالواسطة أبداً أبداً ولا حالة إيوني مظلمة أدرسها ومن يكون فعلاً مظلمة لتقاعس موظف لخطأ في كمبيوتر لهذا نحلها لها ويمكن أكثر يعني أكثرهم يردون لي في واتساب أو شيء شكراً زاش الله خير ميزان عمال وما إلى ذلك ندرسها كل حالتين أدرسها لكن إذا لقيت أن الموظف أو المسؤول أو النظام مظالمها أقول لهم آسفين لكن إذا كانت سبحان الله يعني أنا ما قاعد أقولش لا إحنا ملائكة ولا الموظفين عندنا ملائكة ولا الأنظمة هي يعني لا نخطأ إذا لقين في خطأ قد نصلحها إذا درينا عنها قد نصلحها وحتى الأخوان النواب ساعاتيوني قد تكون معاهم حق ونصلحها نصلحها يعني ما أقولش كلاً أنا سأضطر أني أقاطعش لفاصل فاصل مشاهدينا وسنعود رجعنا رجعنا مشاهدينا لاستكمال الحوار مع السيدة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة السيدة هند الصبيح كوزيرة للتخطيط هل لدينا بالكويت تخطيط؟ هل لدينا تخطيط؟ أول شيء قبل أن أدخل في موضوع التخطيط لكن لدي جملة أنا إذا كان ظلم توقع على أحد بدون علمي أو لسبب خطأ أنا أستسمح من كل من ظلم لأن أنا لا أريد أن أجابه يوم الغيامة في أحد حصل لمظلمة في أحدي يمكن ما كنت أعلم فأنا بس أستسمحها وأطلب منها العذر بالنسبة للتخطيط طبعا يوجد عندنا تخطيط إحنا لما كذلك هاي من الأشياء اللي جددنا فيها قانون التخطيط قوينا الأمانة العامة إلى التخطيط أحيينا لجان التخطيط في الوزارات حطينا سياسات تتناقم مع أجندة التنمية المستدامة اللي وقع عليها القادة ركزنا على المشاريع التي تتناقم مع هذه السياسات الركائز وهذه السياسات والأرقام والمشاريع الواقع على الأقل في الفترة الست سبع سنوات الأخيرة هي التي تتكلم وليست عفوا نهند الصبيح دعنا نقيس من 2010 إلى 2014 ومن 2014 إلى 2014 كم مشروع وقع كم مشروع نفذ على أرض الواقع يبقى المشكلة المجتمع يعتقد أن الأمانة العامة التخطيط هي المسؤولة على التنفيذ هي مسؤولة عن وضع الخطة مسؤولة عن متابعتها ومسؤولة عن كتابة تقارير ومن كثر ما أي شفافة عملت نظام آلي بحيث أن الوزير يقدر يتابع خطتها ومسؤولينه وعطت قيّرت القانون بحيث أن يكون كل ربع سنة يعطي إلى مجلس الأمة تقرير عن أداء الجهات وكان يعني يعني في خطة ولكن في متابعة التنفيذ كنا نصل إذا كان الإنجاز يقاس بالصرف كان لا يتعدل 52 إلى 56 بالمئة اليوم الحمد لله يتراوح بين 76 إلى 83 بالمئة ففي قبزة كذلك في الإنجاز وأنا أقول بعم العين كثير من المشروعات التي نامت إلى عشر سنوات نهضت وبدأ من فيها انتهى من فيها سينتهى خلال سنة أو سنتين ومن فيها وقعت عقودها على أقل وقود التنفيذ كان اليوم يبدأ بعد يمكن نص الخطة اليوم اليوم يبدأ بعد ما يتعدل أصابع الإيد المتابعة في الأمانة العامة والتخطيط كانت حثيثة وأنا أقدم شكري لعطاء المجلس على التخطيط أخواني السادة الوزراء ولجان مجلس الوزراء الذي كانت تتابع الخطة والتابع المسؤولين المتقاعسين وهذا أمر من سمو الرئيس كل تقرير ربع سنوي عندما نعرضها يقول من المتقاعس ونيبة في مجلس الوزراء ومحمد فقط أنا عشان وقت البرنامج عندي وائد أسئلة ليس هناك؟ أعطي التخطيط لأن هناك خطة تتابع ونحن حتى من ناحية الإعلامية ومشكورين وزارة الإعلام لكن أنت تحفزيني كمحاورة أني تنسى الفرص هناك أسئلة أسئلة شخصية أسئلة 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 على أسرتي وعلى عائلتي أقدم لهم كل تحية لهم تحملوني أحتاج أن عندي عدة أمور أجتماعية عائلية أبعدت عن الحياة الاجتماعية هل لديك صديقات نفسي من نساء الإخريات؟ حتى عندما أطلع من استجواب أو شيء شد هم الذين يتصلون يقولون بنيت يعني استمرت هذه العلاقات قوتها أثناء العمل المزاري الحمد لله لا الحمد لله قلت لك أنا لما تكوني متقية لا الحمد لله ربك يعطيتك قلت لك قطاءتك رباني من رب العالمين أحتاج إلى راحة إلى عادة الحسابات وفي شيء آخر أحتاج هل أنا أفعلها صحاً أو لا؟ لابد أن تنتخدم نفسك أو ترى الجلد الذاتي ترى نفسك أم أحمد أنا عشان الوقت بدأ يداهمنا كسبت صداقات من العمل الوزاري وايد وايد وكسبت عداوات لا أعتقد في عداوة عداوة لأن أنا من النوع اللي يعني ما أحط بالي بس ما أعتقد في عداوة عداوة يعني ما سويت حق أحد شيء يعني ما أقتلتوش أتيلي بس طيب أم أحمد في وزارات يعني تم اختيارهم من قبل الحكومة من أسرة الصبيح الكريمة منها دكتور عادل الصبيح ونورية الصبيح ما أوجه الشبه بينكم بسرعة لأن هناك سؤال تطبيق القانون تطبيق القانون تطبيق القانون تطبيق القانون يعني أنت وجه الشبه فقط أنت تطبيق القانون 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 لكن محمد إذا وضعت ينطبي قانون الكويت دخلتي مكان وطلعتي من المكان تقضبني كذلك وتقول لي ترانا دعيلي كيف تصليل؟ والله ما تسوأ سنين تعب يعني هاي بس فتخيلي ان تسوين شيء انتي بريحة في ناس وانتي محاسة علي لا لا يعني بالقبول بس على شرط ان يعمل بجد يعني هذا يعني حتى وعيالك صاروا ما تشعر ايه طبعا لازم ام احمد سعيدة جدا بلقائت ان شاء الله نشوفك بمواقع اخرى من العمل لان انت من الكفاءات النادرة بالكويت مشكورة حبيبتي زاج الله خير شكرا ومشاهدينا شكرا للمتابعة ونلقاكم بحلقات اخرى من برنامج لقاء الرأي موسيقى 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 موسيقى